بالحديث عن اللجنة التحضيرية ما المعيق لأن تجتمع نستذكر أنه عامه أكثر مرة على اجتماع اللجنة التحضيرية ببيروت ما المخرجات التي تمخضت عنها هذه الاجتماعات إلى أين وصل عملها وإن كان هناك تعطيل من المعطل لأعمال تلك اللجنة الذي عطل أعمال اللجنة التحضيرية التي اجتمعت في بيروت عشرة دعش 2017 وقررت قرارين استراتيجيين القرار الأول تشكيل حكومة وحدة وطنية الشاملة من كل الفصائل والقوى والتيارات والشخصيات الوطنية لتدير أعمال الحكومة الموحدة لإنهاء الانقسام وتمكين الحكومة الموحدة من ممارسة كامل أعمالها في خطاء غزة وإنهاء كامل للانقسام وبالتوازي مع ذلك تواصل اللجنة التحضيرية أعمالها لوضع الآليات لبناء مجلس المجلس الوطني وعندما تنتهي عملية الانقسام على يد حكومة وحدة وطنية الشاملة وتنتهي الإجراءات والآليات العملية لعرض المجلس الوطني لكن هذه المخرجات التي تمخضت عنها اجتماعات اللجنة التحضيرية في يناير 2017 مر عليها عام ويزيد ولم يتم تنفيذ أي من تلك المخرجات على الأرض بل بالعكس يعني هوة الانقسام ازدادت التمكين لم يتحقق العقوبات بحق غزة تزداد واليوم نستمع لأنباء لدعوة لدورة مجلس وطني بتشكيلته القديمة أين دور الفصائل أين دور تلك اللجنة للخروج بمجلس وطني توحيدي كما ذكرت أقول لشعبنا في الوطن والشتات في كل أنحاء تواجد شعبنا الفلسطيني أبارك لكم اليوم يوم الأرض وأبارك مسيرة العودة ومعا على الطريق من أجل حقوق شعبنا بتقرير المصير ورحيل الاحتلال واستعمار الاستيطان وحقنا بدولة فلسطينية مستقلة على حدود أربع حزيران سبعة وستين عاصمة القدس الشرقية وحق العودة للجيئين بموجب القرار الأمم مية واربعة تسعين لهذا كله يجب التحضير لمجلس وطني فلسطيني جاد ومسؤول توحيدي الذي عطل هي المصالح الفئوية الضيقة مصالح طبقية واجتماعية وزعاماتية وزبائنية داخل فتح وداخل حماس هي التي عطلت ولذلك يجب ألا نكرر الغلط مرة أخرى ويدعى إلى مجلس وطني منذ عشرين عاما لم يجتمع عمره أربعين سنة متوسط العمر بين أعضائه خمس وسبعين سنة وبالتالي هذا لا يعني أن هناك مجلس وطني فلسطيني جاد وحقيقي وتوحيدي هذا يعني أن هذه عملية انفرادية وتفردية لا توصل إلى نتيجة بالختام سيد حواتما إن تم عقد هذه الجلسة بهيئتها التفردية كما ذكرت قد يمهي ذلك لإنشاء مؤسسة وطنية تنافس المنظمة أو لنقل جسم منفصل عن نظام التحرير أو مؤتمر وطني موازن لذلك المؤتمر ترجيحك لهذا التفردية على الذين عطلوا أن يتحملوا المسؤولية كاملة أمام الناس وأمام الجميع وكل القوى والفصائل والتيارات إذا لم تجتمع لجنة تحضيرية تحضر للمجلس الوطني التوحيدي لن نكون شركاء بهكذا مجلس انفرادي وتفردي يزيد ويعمق الانقسامات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر